مليكة عن المصور ابن مخرمته أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ثياب تلبس فوق الثياب قباء ثوب يلبس فوق الثوب ولم يعطي مخرمته شيئا قال مخرمه يا أبني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت معه قال ادخل فادعوه لي قال فادعوته له فخرجوا عليه قباء منها قال خبأت هذا لك فنظر إليه فقال رضي مخرمه فنظر إليه فقال رضي مخرمته حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحل حساني حدثنا هاتم بن وردان أبو صالح حدثنا أيوب السختياني عن عبد الله بن أبي مليكة عن المصور ابن مخرمه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم أقبية فقال لي أبي مخرمة انطلق بنا إليه عسى أن يعطينا منها شيئا فقام أبي على الباب فتكلم فعرف النبي صلى الله عليه وسلم صوته فخرج معه قباء وهو يريه محاسنة وهو يقول خبأت هذا لك خبأت هذا لك أن الذين في أخلاقهم غلظة وفضادة إذا طلبوا الرسول كان يعطيهم حتى لا يتكلمون في أرض رسول الله ويقولون عنه بخيل لكن هل غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلك نفس المسلك أم أن أموال الزكاة لها مصرفها بكل قال بعض أهل العلم والله تعالى أعلى وآلم